السلام عليكم البنات ما احبابكم معي اليوم في فيديو جديد اليوم جيدكم بوصفة الروز بالمرقز وصفة سريعة جدا توزد يعني في 4 ساعة وتجيب بزيف بزيف بنينة نزحكم الجربوح اول حاجة عندي مقلة درس فيها الزيت وحبة بصلة مقطعة خليبها تسقلة نجيب هنا طاوة ندير فيها الماء يغلي شوية زيت ونكب الروز حسب كمية افراد العيلة تاعك انا ندير الروز هذا الازرق تاع بسمتي ندير للملح نخلط الروز ونخليه يغلي في الماء نروحوا للمقلة تاعي نذبلوا البصلة في الزيت كما كنتم تشوفو نحركوها حتى تثبي اللي يمليح ثم راح نجيب كما كنتم تشوفو فلفل حار نقطعه نزيد ونقليوه مع البصلة تاعنا منكثروش الزيت البنات بماء انه المرقز يعني يغلي تسمي التاعو نديروا قطرة فقط نضبلوا فيها البصلة هنا عندي حباس مرقز عندي المرقز الاحمر ومرقز داعز كالوب كين حباس قطعتهم كما كنتم تشوفو راح اللحم يطيبو مع البصلة والفلفل والاخرين نحن نقليهم واحدهم ديرهم للتزيين دو كنتم تشوفو معا معايا دو كنتم تشوفو هنا المرقز زي راح يطلق الزيت التاعو شوفو يعني كتب قليو البصلة ديروا قطرة فقط تعزيز قسمة تلزق الكمش شوفو هنا يتقلل المرقز التاعي مع البصلة نضيف له شوية عمعد نوس ونخلط عندي هنا حبة طماطم رابيتها نزيدوها ونخلط ثم هندير دوي بيت عندي هنا فلفل احمر ليس حب الحار زي تدير الحار عندي فلفل اسود والملح بطبيعة الحال الملح ونخلط المكونات التابعي كيما كنتم تشوفو الربس تاعي او مزالي طيب نحركوه ونشوفو ترا الى طاب ولا ما زال هنا نقيتو شوية ما زال ما طابش هنا بعد ما اغلتلي الاطماطم تاعي طابت شوية مليح نضيفو لهم كاس تعمى كيما كنتم تشوفو اضفت كاس تعمى وحركت ونخليه تعقد لاصوس تاعي نغطيها ونخليها هنا بعد ما اغلتلي لاصوس كيما كنتم تشوفو شوية ذاك الماء حصلت على صالصة يعني تحت معطم الراوز التاعي كنت صفيت وكبيت عليه ما بارد وخليتو يقطر ثم هنضيفو هنا للاصوس تاعي نخلط نخليه يتجاو مرم ليح يعني عينك ميزانك حسب كمية الراوز وكمية الاصوس تاعك ما تطيبهش بزيف في الماء يعني طيبه تسعين بالمية خليه يشرب باللاصوس هذي يعني بيه يزيد بيه يطرم ليح ونغطيه ونخليه تجمر هنا بعد ما تجمر لي الراوز تاعي راح واجد راح نحطه في صحنة تقديم في نفس المقلاء راح نجيب نكمل الكيفية ما نديروش الزيت نديرو قطر نتاع ماء في المقلب فقط ان المرقز تاعي نقليه في الماء ونقلي هذوك القطاع تاع المرقز قلت لكم ما نخير سندير بهذا النوعين يعني المرقز تاع سكالو هو مرقز تاع الحم كما كم تشوفو هذي الطبق تاعي بعد ما طاب زينتوا بهذا المرقز يعني يعطيك شكل افضل تمنى تكون عجبتكم لو وصفة تاع النهار اليوم عليكم تضغطوا على زر الاعجاب تشتركوا معي في القناة وتدعموني جربوها وبالصحة هنا لبناء سلام ترجمة نانسي قنقر